وكذلك نملي نداء موجه لرئيس الجمهورية موجه للوزير المهندس محمد البلال لأن سكان مقاطعة طويل هذو يمثلوا مقاطعة طويل كاملين مقاطعين يقولوها من كتول شرقا إلى بغداد غربا نختهل هذه المقاطعة اللي أولا شاكل رئيس الجمهورية لنعطانا مقاطعة يغير للأسف مازالت مقاطعة مفاتعة مكتملة نتكلم على مستوى التعليم اللي هو اللي قد تتقدم الدول من أجله حنا عندنا بغداد مازالوا تلاميذ يقرأوا في مبار الرئيس أطلق مدرسة نظام التعليم الجمهوري معلنا يا الله هاي المقاطعة اللي حدودية اللي أترس سكانها من الدوابة تستفاد من التعليم التعليم هو اللي من خلاله تقدم الدتطور الصحة حدث ولا حراش حتى التعليم ما نختارنا الخطاع في مدارس مجمدة نختاروها تفتح باللي التعليم اللي ما يقعد خارج ما يجد يخلش كسوني الصحة مازال البلدية المركزية الطبل فيها ما في خدمات أساسية وفم في مدارس خرم احتاج للطب ما هو خالق الأهم من ذلك طريق معبد لطريق لرابط بين الطينطان وطويل وربط أهل المقاطعة طويل الموري ثاني كاملة نختاروه في التسريع من وطير طوياك يوفا نحن جاينا اليوم موجهين رسالة الرئيس الجمهورية رسالة الغالقة المليون مطالبين بنصاف أحرار الصحة اكتتاب جميع الممرضين والقابلات الأحرار دفعها واحدة وعقود عمل دائما لكل من حرمتهم السنة الوظيفة العمومية ما بعدها 40 سنة عقود عمل دائما للزملاء اللي في السلامة الطرقية والزملاء اللي في كوفيد انتخابات عاجلة اللي قالوا السلك الوطني مهنة الصحية تنظيم القطاع الخاص القطاع الخاص يالله ينظم ويالله يعود منظم فيه فرص التشغيل ويالله تعود المتاحة للممرضين والقابلات الأحرار كذلك منح التراخص اللي يعطيها القانون لكل حد الناس اللي مايه في الوظيفة العمومية حنا شمال التقادم قدمنا القالي والنفسة لمؤسسة العسكرية للدولة اللي صباحنا عليه فينا اللي ينقز وفينا اللي يبقى يزقنا عنده 17 رفقية وفينا اللي مات وخللوا اللي علايات عندهم اليتامة لارك الدولة تمشينا ياسر من الأمور قابضوا مكتب الحراس ومكتب الدارك ومكتب الشرطة وهذا ما قطوا انتخبوهم من المتقاعدين ولا عرفوا وضعيتهم ولا يتكلموا عنهم وهذا هو وهيئة السند وم اس بي اللي تتسقل المتقاعدين هؤل المتقاعدين ما هو جابري حد يتكلم عنهم ونحن كنقابة جيناهم نطالبوهم على هذه الشريحة يتعاونوا معنا ونعتدوا من الناس المرضى المشيين على المواقع إياك علينا نتعاون ومنجنا نعطوا صورة حسنة عن المؤسسة العسكرية وعن الدولة وعن الجهات المعنية ومن ذلك الوقت أنا نشط في الشريحة المتقاعدين ومع قاعدين الواقف أدركتها حالا في اللافتة تعبر عن نقطة واحدة أساسية هي مقابلة رئيس الجمهورية ليطلعها على بعض من الظروف متعلقة بأمن البلد سباق اليان قدمت نصوحة مرحلتين وكلها وقت حريش لول منهم الرئيس محمد خنو والهيدالة مزال سالمي والثاني معاوي والسد أحمد للطاع كلها موقف حريش على قضية البلد ومرحلة يمر بها البلد يظهر في جارك حالا ولاني مكسر قاعد الكلام في اللافتة الموضوع لأنها مساء حساسة متعلقة بأمن البلد والعادي يخطر بيقولوا عن الكلام ولها حلي الخطة الثانية الحمد لله لأرؤساء قاعدتها كلها المزال سالمي وهذه القضية متعلقة بأمن البلد ونختار ونلقو عليها رئيس الجمهورية وهذا معبر عن لافتة لأساسي قضية حساسة ومنذ ما نطالف مجموعة من المتقاعدين يدروا مقابلته ومن أمرهم الخاصة متعلقة بظروفهم ومعاناتهم